إلى أين؟ هذه العبارة التي اشتهر بها وليد جنبلاط باتت اليوم على لسان الجميع بعد اعتذار سعد الحريري والواضح الوحيد حتى الآن أننا في مرحلة تروي وهدوء ودراسة الاحتمالات المطروحة مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري أكدت للأو تي في أن الرئيس عون ينتظر التوقيت المناسب للدعوة للاستشارات مرجحة أن يتم هذا الأمر بعد عطلة عيد الأطحى ومن الآن حتى ذلك الوقت تبقى فرصة مناسبة للمشاورات الجانبية بين الكتل لبلورة موقفها ماذا ستفعل الكتل النيابية؟ بالنسبة للمستقبل الموقف معروف لن نسمي ولن نشارك ونحن بيتنا في المعارضة والحريري لن يغطي أحدا وأصلا ما حدا من نادي رؤساء الحكومة السابقين رح يقبل يجي يشتغل مع الرئيس عون تجزم مصادر التيار الأزرق للأو تي في على العكس تماما يعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في اتصال مع الأو تي في أن الانتحاريين اكتار يرفض الدخول في لعبة الأسماء لكنه يقول أن الالتزام الوطني يفرض على النواب التسمية والمسؤولية الوطنية تفرض على الرئيس عون التعاون مع الرئيس المكلف ويتابع جازما نحن مع أي حكومة قادرة أن تخاطب المجتمع الدولي وسنقدم كل التسهيلات لها وفيما ابتعدت تيار الوطني الحر عن الأعلام ولم يعلق لا سلبا ولا إيجابا على الاعتذار وما سيليه بانتظار كلمة مرتقبة لرئيسه كما تشير معلومات الو تي في اتقذت القوات اللبنانية قرارها سريعا بعدم تسمية أي شخصية على غرار ما فعلت لثلاث مرات سابقا معتبرة مرة جديدة أن الأولوية للانتخابات النيابية المبكرة إلا إذا استجدت معطيات تستدعي موقفا آخر ولكن حتى الآن لن نسمي أحدا الحذر يخيم على مقاربة الثنائي الشعي للمرحلة المقبلة ومصادرهما تسأل عبر الو تي في فيش شخصية سنية من الصف الأول رح تقبل تتكلف وتتابع كاشفة أنه جرى تواصل مع كل من مصطفى أديب وتمام سلام ورفضا الأمر أما بالنسبة لنجيب ميقاتي فهو وضع شروطا لقبوله أبرزها الحصول على تغطية الحريري وأن لا يتدخل أحد بتشكيلته ما يعني بكلام آخر أنه وضع شروطا تعجيزية أمام هذا الواقع لا تستبعد مصادر الثنائي الشعي احتمال أن يحصل تكليف لأي شخصية ولكنها لن تكون قادرة على التأليف وسرعا ما تعتذر لتستمر حكومة حسان دياب بتصريف الأعمال حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة هذا السيناريو يقبله سيناريو آخر أكثر تفاؤلا حيث تؤكد بعض الأوساط السياسية أن المومنتم الدولي يريد حكومة الآن وبالتالي يمكن الاستفادة من هذا الأمر لتشكيل الحكومة العتيدة والانطلاق بمسار جديد أصبح فيه سعد الحريري من الماضي أي سيناريو هو الأقرب للواقع؟ سؤال لا أحد يملك الجواب عليه حتى اللحظة فكل ما يحكى يبقى فرضيات لا يمكن البناء عليها بانتظار الدعوة للاستشارات وتبيان المواقف الإقليمية من الأسماء التي قد تطرح اشتركوا في القناة